السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معي من جديد في مطبخ سريف حسناء كانت منها لبناء تكونوا كاملين بخير وعلى خير في أحوال طيب إن شاء الله أريد أن نشارك معكم هذه الدوازة التي كنت تختم سوكو موند اللي صراحة تنتجي لديد وخفيف ومكونات جدا بسيطة تزول طريق إذن هدو هم المكونات اللي غنحتاج في هذه الدوازة عندي كاس ديال العنباء ديال السكر غلاسي أو السكر ناعم عندي كاس ديال لوز محمر في الفران ومهرمش يعني بالقشور ديالو تنخليوه تنهرمشوه شوية رقيق ما نخليوش يعني غليط بساف عندي نصف كاس عنباء ديال الزيت وعندي كاس ديال الجنجلان محمر في الفران ومهرمش عندي رابعة ديال الزبدة ميتين وخمسين جرام عندي كيس من سكر الفاني وخمارات ثمانية جرام والطحين تبقى على حسب الخالي تنزل الطريقة خليكم معي إن شاء الله وكان بدأوا على بركة الله تنديروا الزبدة يلو ولا تكون بحرارة المطبخ يعني تخدموا بهذه الزبدة ديال البواطة أو لأي الزبدة تكون يعني النوعي دياله مزيانة تخدموا بها كيجي دوازاتي ولا الغريبات كيجي وخفاف بغيتوا تخدموا بالزبدة اللده فتخدموا بها ممكن أنكم تخدموا بها غيدوا بلو الكيمية ديال الزيت مثلا أنا دلت هنا نص كاس فقد ديروا كاس ديال العنباء عامر ما يعادل مية وخمسين جرام ديال الزيت فضفت كاس دير السكر ناعم أو للسكر سقيل وضفت شوية ديال الملح وغن دير كيس من سكر الفاني أو للفاني للسائلة تبقى على حسب الاختيار ما كان الفاني ممكن نعوده بالقشور ديال الليمون ولا القشور ديال الحامض حتى وما كي يعطي واحد لتزوينة واحد النسمة في دوازاتي يزوينة فغن بدأ نخدم هاد المكونات مع بعضها مزيان حتى كنحصل على واحد الخاليط اللي يكون كريمي بهاد الشكل هادا ما كنت تاخدش نيائيا الوقت الغياء كتوجد هاد دوازاتي اولا هاد الغريبة المرشومة صافي ده بغدا نضيف كاس ديال الزيت عفوا نص كاس ديال الزيت كافي وغدا نخدم المكونات مع بعضها مزيان بهاد الشكل هادا هاد دوازاتي ما فيش لبيض ونستمر نخدم بهاد الشكل هادا حتى كنحصل على واحد الخاليط اللي كيكون كريمي كما لاحظتو هاد الزبدة يعني ضغيك الدوب ما كنت تاخدش لنا وقت طويل اضفت هنا يا جنجلان اللي محمر في الفران ومهرمش واللوز حتى هو محمر في الفران ومهرمش يمكننا نضيف الكوكا ونحمر في الفران ونفسخوه ونهرمشوه او لا تمر مقطع ولا الزبيب مقطع ولا المشماش يعني يتبقى لكم الاختيار ممكن ندروا شكلات الفيرميسيل يعني يتبقى لكم الاختيار في الإضافات فبديت نضيف الطحين بشوية 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 تبقى على حسب النواية ديال الطحين وضفت كيس من الخميرة ديال الحلويات كما لاحظتو معي وكان نضيف الطحين غير بشوية 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 نحاولو ما نخليواش قاسح وما نخليواش مرخوفة بززا في لادرناها مرخوفة مغسبنش لنا نهائيا الرشمة وغتكرفصنا في الخدمة كان حصلوا على عجين بهاد الشكل هادا كما كتلاحظو كما كتلاحظو معي كان نبدأ نشكل في كورات الحجم ديالهم اللي سيكون متوسط كان نخدمهم بيدية مزيان وعندي هاد المرشم هادا اللي فيه سنينات بزاف مقاربين وكان هاد المرشم اللي سنينات فيه كيكونوا مباعدين فبجوجهم كيجيوا زوينين يعني يتبقى لكم الاختيار في المرشم ممكن أنكم نديروا مرشم آخر ديال اللوز تخدموا بهاد دوازاتي يتبقى لكم الاختيار فكان استمر بهالطريقة هادا كنشكل كورة بين يدي بهاد الشكل هادا وكان نبرك على الكورة بالكف والكف بهاد الشكل كما كتلاحظو كنحاول نوريكم العجينة الى يعني قصحت لكم العجينة فغت تاخدوا واحد المع القم من نفس الزبدة تخدموها شوية مع شوية ديال العجينة اللي قصحت وكتدخلوها في باقي العجين باش ما يخرش لنا الزيت من العجينة فهدا هو الحل باش الى وقعنا انها قصحت العجينة وكيما كتلكم نحاولو ما نخلي واش مرخوفة بزاف وكان بداء ان ناخد المرشم تندوزه في الطحين في كل مرشم كل رشمة كندوز وكان نحاول نزيد ديال بسرعة من نكررشم الحلوه بهذا الشكل هادا يعني ضغيه فبعد ما كنكمل الكيميه كلها في التشكال كان ناخد المرشم وكان استمر بنفس الطريقة كندوز المرشم في الطحين وكان بركب واحد السرعة وكان حايد ديال باش مرشم المرشم في العجينة فهدا بالفرار راتي سخن على درجة حرارة متوسطة العافية كتكون تحت الحلوه حتى كتبالي يرى هكذا المرشم كما لاحظو معي بعد ما كنت طيب الحلوه كلها كان خليه حتى تبرد تماما لان اخذ سكر غلاسي وكان بداء نديره في الغربال وكان هز الغربال الفوق لاحظو ما تيبانش الغربال لاناني هزي يدي الفوق مزيان باش مينزيش ليس كار غلاسي بوحد الكيميات كتيره ويغطي لي هاد الرشم اللي شكلنا في الغريبة فكان استمر بهاد الشكل هادا وكان غبر مزيان الحلوه ممكن انا نغطس النص ديالها في الشكلات بياد او الشكلات كحل ونزينو بالورد بلدي او بالحبيبات ديال الشكلات يعني تبقى لكم الاختيار فهي اصلا راه كتجي لديدة وكتجي ناقص السكر يعني حتى الناس اللي ما تيبغيوش الحلوه بزف فرا هاد الحلوه هدي كتجي ناقصه من السكر وفيها وحت قرميشة لديدة بزف وانا متأكدا ان شاء الله مني غتجرب ستبقى مو اعتمده عندكم سوف نحاول نوزع السكر على الغريبة كاملة بلا من نضرق هذه الرشم اللي رشمنا فيها هانتو ما يعني العملية جدا سهلة ادخلت للاطات الاخرين الفران شاي طيب وفا كنخليهم حتى كبردوا مزيان الى درنا سكر غلاسي وهي ما زالت هنا فهات السكر غلاسي كله غديد وما غديش يبقى باين فيها فنخلي واحدة تبرد تتاخد وقتها مزيان وتبرد مزيان صافيو كنبدا نغبرو الغريبة او للحلوة دي الدوازاتيب هات الشكل هذا حتى نكملوا الكيمية كلها وانطلاقها معاكم ان شاء الله بالشكل النهائي خليكم معايا فكيما كتلاحظوا معايا تبقى هذا هو الشكل النهائي دي الدوازاتي اللي خدمت معاكم صراحة نراها بسيط لواحد درجة كبيرة وسهل والاوتيماتي ياخدش نهائيا وقت الغياتي يوجد ولكن راتيكون لديد بزاف بزاف هات الدوازاتي ان شاء الله انا بتأكدم اني غتجربوه غدي يعجبكم وغيبقى معتمد عندكم وكنحاول نوريكم كيفاش كيجي هات الدوازاتي من الداخل كيما كتلاحظوا يعني كيجي صراحة نهشي شفيه حتى قرميشة رائعة جدا كنت منا لبنات الوصفة والفكرة تكون نالت اعجابكم وان شاء الله تجربوها بصحة وراحة واي حاجة ما واضحاش اي حاجة ما مفهومش مزيان خليوا لي ان شاء الله في التعليق نجاوبكم عليها وكنشكركم بزاف بزاف على حسن المتابعة وعلى التعليقات وعلى التشجيع اللي كتخليوا لي فشكرا لكم جميعا اخواتي ما بقى لي الا نقول لكم تلوا فراتكم زاف زاف والى لقاء اخر في فيديو اخر في فكرة جديدة ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته